ومننتقل أيضا إلى العقبة محافظة العقبة وأيضا واضح أنه بجنوب المملكة اليوم الأجواء باردة صباح الخير وتفاصيل أكثر عن الانتخابات البلدية اليوم بمحافظة العقبة وأيضا حدثين عن المكان اللي أنت موجود فيه وهل بالفعل بدأ المواطنين بالتوافد إلى الاقتراع صباح الخير روز صباح الخير انتصار نتواجد ضمن الدائرة الانتخابية الأولى ضمن لواء قصبة العقبة لغاية هذه اللحظة بالرغم من مرور دقائق على فتح صناديق الاقتراع والبالغ عددها 118 صندوق موزع على 35 مركز اقتراع في قصبة العقبة 33 مركز اقتراع في مدينة العقبة وأيضا مركز اقتراع في منطقة وادي رم لغاية هذه اللحظة لم يصل أي ناخب أو ناخبة إلى مركز الاقتراع الذي نتواجد به حاليا 94 669 ناخب وناخبة في محافظة العقبة اليوم سيدلون بأصواتهم لينتخبوا مرشحين البالغ عددهم 115 مرشحا بينهم 23 سيدة المركز الذي نتواجد به حاليا يعني هناك تواجد للأجهزة الأمنية داخل المركز الاقتراع وأيضا ما أكده لنا رئيس لجهة انتخاب الدائرة الأولى وجدي الضلاعين بأن هناك خطة متكاملة الأركان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خاصة الكوادر الأمنية بهدف ضمان سلاسة وسلامة أيضا العملية الانتخابية في محافظة العقبة نتحدث عن وجود خمس مجالس بلدية ست دوائر انتخابية في المحافظة موزعة ما بين لواء قصبة العقبة لواء ايجويرا قضاء الديسا وقضاء وادي عربة جهود كانت واضحة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب للعملية الانتخابية بشكل عام لغاية هذه اللحظة لا يوجد أي إقبال في المركز الذي نتواجد به خلال الساعات القادمة سوف يكون هناك جولات ميدانية على مراكز اقتراع أخرى سواء كانت في قضاء الديسا أو وادي عربة بالإضافة أيضا إلى لواء ايجويرا وسنقوم برصد الملاحظات ولكن لغاية هذه اللحظة هدوء في مراكز الاختراع بشكل عام في محافظة العقبة نعم صفاء ستبقينا معنا في العقبة لتوافينا بجميع التطورات أولا بأول